مطالب اجتماعية وأخرى داعمة للحراك الشعبي ترفعها زينب خلال مسيرات عمالية جابة الجزائر العاصمة زينب وهي أستاذة تعليم ثانوي وجدت في المظاهرات وسيلة لإيصال صوتها نطلب منهم الراحيل إلى الأبد وبعد ذلك ستجرى الانتقابة طريقة نزيها بعد إطلاق صراح المعتقالين طبيعة الحال بعد توفي كل شروط التي تضمن بأن تكون الانتخابات نزيها إضراب عام شمل كل القطاعات المهنية ومسيرات عمالية متزامنة في العاصمة ومختلف المدن استجابة لنداء وجهه ائتلاف النقابات المستقلة لدعم الحراك الشعبي ومطالبه السياسية المتعلقة باستبعاد حكومة نوردين بدوي وإرجاء تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الثاني عشر من ديسمبر ووقف حملة اعتقالات الناشطين وإنهاء ما يصفه المضربون بالتديق على القوى المدنية ووسائل الإعلام الوقوف إلى جانب مطالب الحراك الشعبي الكبرى التي لم تتحقق بعد في تقديرنا وعلى رأسها ذهاب البقات ذهاب الحكومة التي وعدوا بذهابها إلى حد الآن أيضا طالبنا في بلانات متعددة أننا لسنا ضد الانتخابات بل نريدها بشروط أحسن من هذه الشروط الحالية وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات في الفترة الأخيرة من قبل مختلف الفئات العمالية في الجزائر دعما الحراك الشعبي يؤكد مراقبونا أن السلطة ماضية في خارطة طريقها خاصة مع اقتراب موعد الكشف عن الأسماء التي ستخوض الصباق الرئاسية بأن هذه الإضرابات هذه المسيرات لن تعمل على تأجيل الانتخابات أو التأثير عليها رفضا أو تعييدا لكن ستعمل على عقل تقدير تحسين شروط إجراءها مع دفع السلطة إما إلى تأجيلها ربما كآخر حل ويأتي إضراب النقابات المستقلة غدا تبدء القضاة لإضراب مفتوح احتجاجا على حركة تغيير غير مسبوقة شملت سلك القضاء وكذلك بعد حركة احتجاجية قام بها المحامون الذين نظموا الخميس الماضي مسيرات في العاصمة وكل الولايات دعما للحراك الشعبي مسيرات للعمال تسبق مظاهرات جمعة الأول من نوفمبر والتي يراهن النشطاء في الحراك الشعبي على جعلها الأكبر بالنظر إلى رمزيتها المتزامنة مع اندلاع الثورة الجزائرية ناريما قداش الحرة الجزائر معنا من الجزائر القيادي في كونفيدرالية الوطنية للنقابات الأستاذ مسعود بوديبة مساء الخير أستاذ مسعود أهلا بك في البداية ما هو تقييمكم لهذا اليوم الاحتجاجي ونسبة الاستجابة لهذا الإضراب العام إضراب اليوم كان جد ناجحا نسبة الإضراب تجاوزت حوالي 60% أو أكثر خصوصا وأنه يشمل جل القطاعات الوظيفة العمومية والقطاعات العمومية الاقتصادية هذا الإضراب كان مرفوقا بوقفات ومسيرات ولائية المسيرات كانت مميزة والواقفات كانت مميزة ومعبرة تمكن العمال من خلالها بالتعبير بصراحة وبوضوح عن مواقفهم وعن مطالبهم وعن دعمهم للحراك الشعبي السلمي ودعمهم لمواصلة الحراك الشعبي السلمي إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة نعم أستاذ بوديبا بعض وسائل الأعلام الجزائرية تتحدث عن نسبة استجابة ضئيلة نوعا ما في العاصمة ما هو تفسيركم؟ الاستجابة الإضراب كان موجودا وبنسبة محترمة في العاصمة لكن ممكن تقديراتهم كانت مبنية على أنه لم تكن هناك مسيرة وإنما كان هناك تجمع في ساحة الشهداء والكل يعلم رمزية هذا المكان له ساحة الشهداء وبالتالي العمال اختاروا أنهم نظموا وقفة احتجاجية هناك لكن بالنسبة للأحتجاج كان موجودا في معظم قطاعات التي تمثلها النقابات 15 النقابة منضوية تحت كونفيدرالية النقابات الجزائرية كان له أثر ميداني واضح في الإضراب نعم أستاذ مسعود بوديبا كونفيدرالية الوطنية للنقابات كانت من بين الأوائل حتى قبل الحراك من الداعين لأحداث التغيير في الجزائر والذي يشمل مختلف القطاعات لكن اليوم لماذا هذه الدعوة جاءت منفردة وفي هذا التوقيت بالذات؟ النقابات المستقلة في الجزائر هي أكثر تنظيمات عانت من الاستبداد والفساد الذي عيشناه لعشريات عانت من المحاكم عانت من التضييق عانت من التعسفات عانت من التعديات وبالتالي نحن أدركوا الناس بأهمية دولة القانون ودولة المؤسسات الشرعية ولذلك فكونفيدرالية النقابات الجزائرية لم تتأخر عن الحراك الشعب السلمي يعني منذ 22 فبري وفي أول بيان بعد 22 فبري صدر من كفيدرالية النقابات الجزائرية كان بتاريخ 28 فبري 2019 وعندها تم الإعلان على الانخراط في الحراك الشعب السلمي وتقويته ودعم مواصلته وبالتالي نحن عملنا هو عمل مستمر هناك حركات احتجاجية قمنا بها في شهر مارس وفي شهر أبريل وهناك عمل للمساهمة في حل الأزمة السياسية في البلاد وبحيث كنا المحور الأساس لفعاليات المجتمع المدني وإلى اليوم ما زال هذا الفضاء يعمل من أجل الوصول إلى رؤى جامعة وفي نفس الوقت نحن متابعين لتطورات الأحداث نحن عندما نجد حكومة مرفوضة شعبيا تتدخل في مشاريع وتصدر قرارات وقوانين يعني تمسوا بمستقبل الأجيال وبالسيادة الوطنية إذن واجبنا اليوم أن نعلن رفضنا لمثل هكذا قرارات وخصوصا لما تصدر من حكومة تبرر نفسها بأنها حكومة تصريف أعمال نعم أستاذ مسعود في المقابل هل ستكتفون بهذه الوقفة لنهار اليوم إضراب اليوم أم ستكون هناك ربما وقفات وأيام مخصصة بغض النظر عن مشاركتكم في مسيرات الجمعة الكبيرة في الحركة الشعبي طبعا نحن كنفيدرالية النقابات الجزائرية وكل عادة بعد الحركة الاحتجاجية سنعقد اجتماع تقييمي ومن خلال هذا الاجتماع سنحدد الآثاق المستقبلية معناها نحدد استراتيجية الحركات الاحتجاجية المستقبلية داعمين للحركة في غير الجمعة وتانيا للوقوف ضد عديد الممارسات التي تمس بمكاسب العمال وكذلك مطالبة بتوفير الأجواء التي تسمح بالأنخراط الكلية للشعب الجزائري في بناء المؤسسات الشرعية لبناء الدولة الجزائرية نعم الآن أستاذ مسعود بوديبة لدينا صورة مفككة عن ربما تحركات فئوية المحامين القضاءات اليوم العمال وبالثلاثاء الطلبة وبالجمعة الجامعة الآن هل لديكم في كنفيدرالية توجه لتنسيق كل هذه التحركات وربما التصعيد منها خصوصا وأنه السلطة ماضية في إقرار خطتها لتنظيم الانتخابات وأيضا تمرير مشاريع القوانين التي تعارضونها نظن بأن مسيرة الجمعة وأنت عبرت عنها بأنها جامعة وهذا أمر مهم لما نقول دعم الحراك أو تقوية الحراك في أيام الأسبوع بحركات احتجاجية قطاعية أو فئوية نحن نرىها هي مسألة إيجابية لكن في نفس الوقت مهم جدا أننا وأكيد لما الجميع يشعر بالخطورة التي ممكن تمس الجزائر أكيد ستكون هناك وقفات جامعة بصيغة مدروسة خصوصا لما تكون مرتبطة بالإضرابات أو مرتبطة بالتجمعات هذا الأمر يجب أن يكون سيدرس حسب الأحداث المستقبلية لكن يبقى أن الجميع وفي تصريحات كل ممتل هذه الحركات الفئوية كلها تصب في دعم الحراك الشعبي السلمي وكلها تصب في دعم مسيرة الجمعة شكرا جزيلا لك أستاذ دامشعود بوديبة العضو القيادة في الكونفيدرالية الوطنية للنقبات الجزائرية شكرا جزيلا لك